تعد معاهدة نيو ستارت آخر معاهدة رئيسية للحد من الأسلحة النووية بين موسكو وواشنطن ويتوقع أن تنتهي في فبراير المقبل لكن هناك تطورات تشير إلى إمكانية تجديد هذه المعاهدة الولايات المتحدة أعلنت أنها توصلت إلى اتفاق مبدئي مع روسيا على تمديد المعاهدة وقال المفاوض الأمريكي أنه يتعين على موسكو أن تظهر إرادة سياسية لتحقيق ذلك لكن موسكو سارعت لإعلان رفضها الشروط الأمريكية لتمديد الاتفاقية وهذه الشروط تقضي بتجميد الترسنتين النوويتين الروسية والأمريكية دخلت معاهدة نيو ستارت حيز التنفيذ عام 2011 وتلزم البلدين بخفض رؤوسهما النووية الاستراتيجية إلى 1550 رأسا كحد أقصى ومن أبرز البنود الحد من أنظمة الإطلاق المزودة بأسلحة نووية وسمح كل طرف للآخر بتنفيذ عشر عمليات تفتيش لمواقع نووية استراتيجية كل عام كما تلزم الجانبين بالإبلاغ عن خروج الصواريخ الجديدة التي تشملها هذه المعاهدة من مصانعها قبل 48 ساعة والاختار بأي عملية إطلاق صواريخ باليستية قبل حدوثها سيشيع تجديد معاهدة نيو ستارت أجواء إيجابية أقل توطرا في العالم ولكن يبدو أنه لا تزال هناك اختلافات كثيرة قد توصل أو تؤخر الوصول إلى اتفاق معنا من القاهرة الخبير في الشؤون الأمريكية السيد أميل أمين سيد أميل أهلا مكمعنا على سكاينيوز عربية بداية يعني كيف قرأتم ما أعلنته ما أعلنه الجانب الأمريكي عن اتفاق مبدئي ومن ثم سرعت موسكو لرفضها بعض الشروط الأمريكية هل مجرد عرقيل أم فعليا في نجة لدى الطرفين بتمديد هذه المعاهدة تحياتي فندم أولا نحن أمام فصل جديد من فصول الحوار النووي إنجاز التعبير والصراع النووي بلغة أخرى الآن نحن في مرحلة تجاوزات صراعات الحرب الباردة الولايات المتحدة الأمريكية تحاول خلق ما يسمى باللاتينية ستاتس كو يعني وضع قائم وروسيا الاتحادية تسعى إلى برو كو وضع قادم في كل الأحوال هناك تضارب شديد في الإرادات ولا أظن أنه سيكون الحظ حليف هذا الاتفاقية لأن واقع الحال يخبرنا أن موسكو وواشنطن تجاوز قصة الرؤوس النووية التقليدية والصراع الآن صار يتجاوزها إلى الأسلحة فردصوتية وإلى الأسلحة خارج إطار الكرة الأرضية طب ماذا عن الصين؟ يعني لماذا أيضا لا يتم التبحث بما أصبح لديها اليوم من قدرة في هذا الشأن تحديدا النووي والصواريخ المتطورة هل تعتقد أنه قد تكون ورقة أمريكية من أجل استمالة أيضا الصين لهذه المعاهدة؟ أحسنت السؤال هو الفكرة أنها ليست استمالة بل احتواء الذي تبعى تطورات المشهد العسكري النووي الصيني تحديدا يرى أن الصين تبغي خلال عقد قادم أن تتجاوز ترسانتها النووية عشرة ألاف رأس نووي بما يعني أن تكون لها أيضا اليد العليا والباع الطويل كما روسيا وكما واشنطن الالتفاف الأمريكي من خلال العلاقة الروسية الصينية واضح جدا في نية الولايات المتحدة هذه المرة تضمين أي اتفاق مع روسيا أن تستخدم النفوز يستخدم النفوز الروسي على الصين لاحتوائها في نيوستارت محدثة هذا هو التفكير الأمريكي إنجاز التعبير لكن أظن أيضا أن الصين لن تقبل بهذا الوضع لا سيما وأن الرئيس الأمريكي لديه تصريحات مثيرة تصريحات متضاربة يعني هو يسعى لاتفاقية نووية في حين أنه يكايد سياسيا الروس والصينيين بالقول أن لدينا أسلحة يحسدنا الصينيون عليها ويحسدنا أيضا الروس عليها كيف لك أن تسعى لاتفاقية بهذا الشأن وأنت تكايد أو تغيض بشكل أو بآخر الطرفين لكن سيد أميل هل تعتقد أنه لروسيا مصلحة في أن تترك الجانب الصيني أو عدم احتواء الجانب الصيني في هذا الشق وفي أمكانية باعتقادك أن يتم توافق أمريكي روسي تحت الطاولة؟ أولا بالنسبة للصين قطب قادم لا شك في ذلك وأظن أن قرارها الوطني لا يغضع بحال من الأحوال إلى أي ضغوطات روسية في هذا السياق بل ربما يكون هناك تعاون بين موسكو وبكين الاتفاق ما تحت الطاولة بين واشنطن وموسكو في الوقت الحالي ربما يكون من الصعوبة بمكان دعونا ننتظر ما بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية ونرى كيف ستكون التوجهات في كل الأحوال نحن أمام سلاسية تحرك منذ سبعينات القرن الماضي بمعنى هناكي سنجر في زمن نيكسون كان يحاول أن يأخذ الصين في جانب الولايات المتحدة في مواجهة روسيا أو الاتحاد السوفيتي الآن اختلفت الآية أو تحركت العجلات كما يقال أصبحت واشنطن تسعى إلى التحالف مع روسيا الاتحادية في مواجهة الصين الشعبي شكرا جزيلا لضيفنا من القاهرة الخبير في الشؤون الأمريكية إميل أمين